أهلا بحضراتكم مشاهدينا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستهدف خفض نسبة الدين الناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي إلى جانب ترشيد الانفاق الحكومي والحفاظ على استمرار نباط أداء المالية العامة للدولة وخلال اجتماع رئيس السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاثثمارات لتعظيم الانتاج وتوفير فرص العمل فضلا عن استمرار الانفاق على برامج الصحة والتعليم اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022 وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022 حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصرفات نحو 15% إلى جانب تحقيق فائد أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائداً أولياً للعام الرابع على التوالي بالإضافة إلى خفض العجز الكلية من 6.8% خلال العام المالي 2020-2021 إلى 6.1% وخفض قيمة فتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 إلى 32.8% كما تبع السيد الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة حيث وجه سيادته باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وموصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم اشتركوا في القناة